عقد وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركاندو وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إيجيبس 2022 وتناولت المباحثات استعراض الوضع الحالي لأسواق البترول العالمية وما تشهد من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب على البترول وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة